موسيقى عاصفة الحزم افشلت المشروع الانقلابي المدعوم من ايران وانقذت اليمن والمنطقة من المد الايراني والحلول الطائفية هذا ما جاء على لسان الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي الذي اكد ان قرار الملك سلمان الشجاع باطلاق عملية عاصفة الحزم كان قرارا استراتيجيا الرئيس اليمني في لقاء نشرته صحيفة الرياض السعودية شدد على ان ايران تقوم بعمل ممنهج في اليمن وان الشرعية والتحالف يقومان بنشاط محموم لمنع عمليات تهريب السلاح للميليشيات وتم ضبط شحنات عدة وقبضت على ايرانيين مؤكدا فشل المساعد ديبلوماسية مع تهران لاعتقادها ما تقوم به عمل مقدس في اليمن ونوى هادي الى ارسال الحثي اكثر من الف طالب الى قم ليكون النواة الفكرية والعسكرية للمشروع الايراني في اليمن هادي عز تأخر حسم معركة صنعاء الى تمسك الشرعية والتحالف بتجنب اراقة دماء اليمنيين تفاديا لتكرار مأساة التعز التي احدثها الانقلابيون مؤكدا القدرة العسكرية على تحرير صنعاء الان الرئيس هادي اكد ان اليمن لن يقبل بالانقلابيين كشركاء بعدما احدثوهم من ضمار وفساد وبعد افشالهم المبادرات السياسية فلم يبقى سوى الحسم العسكري بهدف الوصول الى حل سياسي كفاح الزين العربية ترجمة نانسي قنقر